بالحلال متع عينيك خد بالك بالأمل جينا النديك خد بالك في الندى خيفين عليك خد بالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام ومع برنامج خد بالك مع الحبيب القريب الجميل فضل الشيخ أيمان صيدح حبيب القلب لا أستطيع مكافأتك فأنت أستاذي وربنا يبارك فالله يحفظك سيدنا خد بالك من النمام النمام زي ما يبين إلك أو ينم على أحد عندك حين إلعنك وهينم عليك فأولو إراك يا مولانا مش نقول خد بالك من النمام والله أنا هاخد الكلام بتاع حضرتك وهاخد بالك وهقول لحبيبنا خدوا بالكم من اللي قالوا فضلت الشيخ خد بالك من نم إليك نم عليك من نم إليك نم عليك النميمة هو أن نأتي بالكلام الذي يؤذي من أمامنا نفسيا وجسديا ويعني في كل شيء من قبل آخرين ونقع العدوة بينه نعم وسيدنا النبي حكم على النمام حقب عظيم قال سيدنا النبي لا يدخل الجنة نمام والحديث صحيح كلام صعب أه طبعا لا يدخل الجنة نمام نعم خلو أهل حضرتك الإقاع بين الناس ده خطر ممكن واحد ينقل الكلام والناس الآن ليسوا كمن سبق نعم احنا كنا نشوف ناس كبار جدي وجدة كعم الشيخ الواحد كده هيدا يلاقي شوية عيال جايين يقولوا له عمك الحج قال كده يروح ماسك الفرقلة ايوة او الخرزانة نعم وندرب الفرقلة دي بس عشان في بعض مشاهدين انا ما عرفش ايه فرقلة حاجة زي الكورباج كده يعني اه الفرقلة دي حاجة زي الكورباج يعني حضرتك فهم لنا فرقلة نقولها بالانجليزي لا بلاش انجليزي دي أصلا ملاش أصل بالانجليزي يعني سبحان الله يعني كان جدي أحس بيه كده كان كل واحد فيهم عمدة نعم تحس انك قدام رجال فعلا يعني رجال نعم مكادش المسألة كده شو العيال ويلا ده يقول وده نعد يلا نشتغل والدينة تتقليب وممكن بيوت تخرب بسبب نقل كلام عشان كده وإحنا صغار الناس اللي عاشت الأجيال دي نعم تلاهم مختلفين عن كل الأجيال نعم فالنميمة ده خطر ولما نجدها في الصغار اعرف أن العيبة في الكبار نعم لقد شاهد أمه تنم وشاهد أباه يفعل ذلك أو على الأقل تكلم بما في قلب والديه نعم أو أحدهم ولذلك أنا بعض المشايخ لما بجد عندهم طلاب علم لا يعرفون الأدب ويتطاولون ويجادلون هم أصلا ما يعرفونش يقرأوا الفاتحة نعم للأسف نعم نحن نروح بعيد لي نحن دعا مشهورين وأنا عرفت أقرأ الفاتحة إلا لما عدت بحضرتك بيرفع قدر إحنا بنقولها فعلا حقيقة عشان أستفهم ده حقيقة تبقى أكسم برب الكعبة وأنا بصلي الظهر والعصر قصر وحضرتك قدمتني والله وأنا بقرأ سرا خايف منك لغلط بيرفع قدر كسيرا أنا بحلب بالله خايف وعمل كنت هجيب مثلا مادة وطلعت شوية ده وراك بيرفع قدر كسيرا سر سبحان الله النميمة النميمة دي خطر عظيم جدا يفسد المجتمعات ولما يجي الشوات العيال للصغار ينموا خليك معلم يا معلم خد بالك يا با خد بالك يا جدي خلنا نسيب أثر حلو نعم خد بالك يا مولانا عم الشيخ طلاب العلم اللي عندك دول النميمة دي مش حلوة لا يدخل الجنة نمم دا حكم سيدنا النبي يقول له يا شيخ دا الشيخ فلان قال عليك والشيخ فلان بيشير اليك من بعيد والشيخ فلان تعالى بقى نجيب الكبار العظام نعم ممكن مستقوي نفسه ولا حاجة فلان دا بيشتن ويعمل كده هتكون مين يعني هتكون خالد بن الوليد طب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ومن خالد نعم دا خالد بن الوليد دا سيدنا سيف الله النسلون ولم يهزم في معركة نعم لم يهزم في معركة دا حتى المعركة اللي قبل فيها سدنا وتجرسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل تعادل نعم حصل تعادل هو نعم النبي لم يهزم لكن الله أدب أصحاب النبي لمخالفتهم لأمر النبي والنبي هو الوحيد الذي انتصر في هذه المعركة هو ومن لم يخالف فخالد بن الوليد واحد راح يقول له فلان شتمك حد يقدر يتجرأ يشتم سوك من خالد بقى رضي الله عنه وأرضانا سوك من سيدنا خالد يعني مثلا عشور النابي أو خلنا واحد فتوة من فتواتنا هنا في بلاء أو في أي حتة في الدول العربية للناس اللي هم الفتوات أو لك دفتوة الشارع لو واحد راح يقول له فلان شتمك شتمني ده هيبقى يوم ده انها علقه من رجليه ويبقى عبرة لمن يعتبر ولبسه مش عارف ايه زي ما بيعمله في الأفلام ومسلسلة نعم خالد بن الوليد قال له واحد من الناس فلان شتمك يسبك قال هي صحيفته فليضع فيها ما يشاء حني الموضوع مش بدأ ياه على اللفظ قال له احنا فضين احنا فضين احنا بتوع جهاد احنا عيال هتعمل لي فهم علم ولكم الحد هنا كده ومسك للعاكوس هتقول لي اهلا ده نمسكهم مش عارف مين ده هو و اهله وبعدين ده يموت ده واذا يختار من عنده ده واحد يموته ده مش معلمة نمام جايلك اضرب بكلامه عرض الحائط امال الناس دي تجاهدوا لي وربنا نصرهم واحد جهة الوهب من المنبه قال له فلان ياسبك قال ألم يجد الشيطان رسولا غيرك ليرسله الي انت شيطان يقول له انت شيطان قال له يعني الشيطان ما الاشهل انت رسول يبعث لي شايف الكبار شايف المعلمين الكبار نعم الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه رحمه الله ورحم كل علماء سلفنا بقى لنتعلم منهم نعم فلان الشيخ ده قال في حقك كذا وكذا ده اصلا لصفته كذا ومش عارف ايه ده انا بقولك ايه ده ايه كلام عشان كده بنتعلمش عشان كده نيجي نقرأ الكرام مش عارفين عشان كده حتى لو تعرفنا وتعلمنا تحت ايد الشيخ الأحكام نيجي نقرأ الناس مش قبلة مننا ليه عشان احنا مش كبار حلو التجميه ده يقول لنا ان من ينوم هو صغير لا يلقى الى مهما كان سنه مهاش علاقة بالسن مهاش علاقة بالتقوة اصلا يعني واتقوا الله ويعلمكم الله احنا مش بتعلمين ليه ليه نذر اهل العلم عشان التقوة الاول عشان احنا فتحنا الباب القيل والقال واللي بيجي نم نشتغل معاه الشافعي نعم يعني شفت العلوم بتاعت الشافعي والتوفيق العجيب يا سيدنا لما بيقول حتى ابيات الشعر نعم اذا سبكت سفيه فلا تجبه فخيره من اجابته السقوط فان اجبته فرشت عنه وان تركته كمدا يموت نعم دووين خطيرة يعني يعني الكلام ده في توفيق في توفيق في حكم لوحده نعم نعم احنا طبعا لو ما عندناش الكتاب والسنة وعندنا علم الرجال كنا ممكن نظن في بعض كلمات هؤلاء انهم حديث نعم لانها توافق الكتاب والسنة نعم لما الشافعي واحد قال له فلان يسبك نظر اليه الشافعي وقال ان كنت صادقا فانت نمان وان كنت كاذبا فانت فاسق لا لا الناس دي غريبا الناس دي كانت صدورها مش فاضين يا سيدنا للكلام الفارق عشان كده ربنا علمهم عشان كده ربنا يجعلهم من الموفقين عشان كده اسماؤهم بتذكر الى الان مش فاضل اعدة الحريم انا اسف الله مش اصدع لنتم يعني الحريم من انتم بل نخليها اعدة المصطبة اه اه اعدة المصطبة ده المصطبة حلو ده حينة كبت ربي والله بس انا بتكلم عن المصطبة التانية المصطبة التانية لا لا بتاعت ده قيلة وقع لها اه هي دي لكن مقصودش الحريم لان احنا عادة الحريم ليه لان الحريم احنا ما بيعودوا مع بعضه انه ميما بتشتغل مش كلهم طبعا الا من رحمة رب نعم احنا كله قدامنا في القناة ان شاء الله ان شاء الله ما تخش يا مولانا هم عارفين يعني برضو يا مولانا يعني برضو عشان الادب يعني فاخد بالك شوف خد بالك من كلام الشفعي نعم خد بالك من كلام الشفعي بقوله ايه ان كنت صادقا فانت نمام فهو عارف انه يعني خلاص ده هو افلل الامر نعم يعني انا حتى لو صادق نمام هم ما لقل اللي جاه تبقى ايه قاله ان كنت كاذبا فانت فاسق يعني في كل الاحوال هو انسان غير سوي لان ربنا سبحان الله تعالى قال يا ايوه الذين اعمنوا ان جاءكم فاسقون بلا بيان فدا بيانوا لان هو ده فاسق طالما كذب نعم لانه وانا قلت قبل كده تفسير الآية والله من تلقاء نفسي كده من غير ما شوف الكلام الشفعي احساسي بيقول ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا التبين هنا ليس لاثبات التهمة عن من اتهم نعم او على من اتهم انما لرفع الفسق عن من اخبر تمام يعني ازاي وعشان كده الكلام الشفع هو قاله وان كنت كاذبا فانت فاسق يعني انت مش فاسق طالما صادق فاذا تبيننا بنا تبين مش عشان نسب التهم على واحد احنا اصلا شرعينا مش جاء عشان يسبت التهم على الناس صح انما احنا جايين نتكلم عن لنقل ايه 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 الراجل ده ايه الناس دي هارد من الوليد الحسن البصري مش يقول له وقال ايه كمان اقو بقى انا العالم الشافعي يقول عليها وهو قاعد تحت ريجله كل يوم وعمال يثني علي وانت لما ييجي بقى تعرف تقول لي الكلام ده قدامه تاني قال له ان كنت صادق انت نمان وان كنت كاذب انت كاذب فاسق جاء بقى الحسن البصري واحد يقول له فلان شتمت قال له ياه حسنة في ميزاني لا رياء فيها ولا سماء وهو ما تعبش فيها كمان ودون تاعد انا لا تعبت ولا عمالته حسنة جاء لي خالصة ومخالصة اها رأي فها ايه ده جاء لي من بره نعم يعني حسنة جاء لي من بره هو ربنا لما هيجيب لي حسنة من عندي ده هيجيب لي حسنة فيها رياء هيجيب لي الخلاص اللي هو عنده ويحطه لي صح ده حسنة لا رياء فيها ولا سمعة سلام او سيئة تتشل من عندي وتكذف علي فرحت لي يا ابو كبار انا شفت حضرتك يعني احيانا انا بعرفك لما سبحان الله ترضى قوي سمتك بتبقى حلوة وهي حلوة على طول بشوف عينك كده بتسرح في بعيد صلاحيان انا شفتها منك كبار كبار فعلا فعلا ده حقيقة كبار وكانه يعني لا يشغلهم كلام الصغار بل يعني حتى تلاقي الكلام كله فيه نصيحة يعني هو يرد ما قيل عليه لنصيحة لمن اتى اليه انت كده بتقع في اثني وعلمنا يا سيدنا يعني اخد بال حضرتك ان حتى الاسلوب الرائع في الرد بيعلمنا نعم يعني انا انا نقلت هذه الكلمات احيانا بتأتيني مثل هذه المسائل فاستحضر كلام خالد ايه الحلم العجد ده ده يا رجل لو قامه هيكسره نعم هي ده شده شو زي نقولي ومع ذلك صحيفته نعم جبل اخد بالك نعم من النمام ما يجي ينقلك احذر من الاسطناع اليه وانصحه لله قل له انت وانت تنقل لي ما قيل عني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انك لست من اهل الجنة نعم فاحذر احذر احذر خب بالك من انما سيدنا رب ما يبارك فيك واخفارك يا رب اسأل الله جل وعلا اسأل الله جل وعلا ان يبارك فيك ويزيدك أذب وتواضعا الله يرفع قمر السلام فخدوا بالكوا ان توأم روحي ولا مانع ان نم عليه هو موافق يعني بس هو عارف ان النميمة تبع شكلي ما انت عارف يا مولانا ان نميمة تعالي ما في غيبة يا مولانا بس في غيبة حلوة كده حبيبي رب يرفع قدرك مشاهدين الكرام يعني أسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالحلال متع عينيك خد بالك بالأمل جينا نديك خد بالك في الندى خيفين عليك خد بالك اشتركوا في القناة